تمهيدا لطريق أمام المواطنين لتسهيل ولوجهم بشكل مصف وسلس إلى البرامج التنموية التي تنفذها الدولة تواصل الفرق الميدانية المكلفة بمدينة روسو التجوال يوميا بين الأحياء والمنازل والبيوت لجمع المعلومات وتدقيق البيانات المتعلقة بكل أسرة على حدة في إطار التعداد العام الخامس للسكان والمساكن الذي يدخل أسبوعه الثاني في ظروف طبيعية حسب المراقبين العملية وتتمثل مهمتنا الأساسية المراقبين بأننا نراقب الأعداد ونراقبوا عملهم ونراقبوا الطريقة التي يشتقلوا بها نتأكدوا على أنهم يسجلوا الأسر كاملة معي منقوصة نتأكدوا على أنهم ملي معي رصف دار سويشيني ويسجلوا الديار أصعب اللي نجبره دائماً ألا قل التواجد ناس بماكنها بلي ناس دائماً تقيسي العمل وتعود تروحها في الليلة لذلك تعديك مشكلة مانعة عندي سينك أجان سينك خمسة عدادات عندهم خمسة ديارة كلهم يطلعون أصباح كلهم في ديارة كموفماتيا لين ديزويتا ولين دحميس نجيهم كلهم نكبر من عندهم معلومات نمشي شور السيرفر لا عاد عندهم شمن ديميزاجور نعدلو لهم وعندنا شوي من مشاكل ما هو كبر من قد قال ما هو ياسر لأن الناس هنا تحسيس ما لاحقتهم حتى غياب التحسيس في بعض الأحياء بأهمية هذا التعداد الوطني وخلو معظم البيوت نهار من الناس عاملان جعل العدادين آم تحد يصعب معه الحصول على المعلومات الكافية في الوقت المناسب وعندنا مشاكل هنواجه مع الناس مين تعاطي معنا فيها بعض وفيها بعضية ما تعرفين التخلاق فتنا عدلنا حكم الناس اللي دياراتها كبار فات قسمة تقريبا الشغلة ما زالنا بعد ما زالنا ماشي المواطنون الذين استفادوا من التعداد حتى اللحظة سجلوا ارتياحهم التام لسير العملية كنت جاءونها اللحظة يقول عن الأخبار إلى التواقد بالتزاون مع عمل الفرق في مدينة روسو يتواجد حاليا في ولاية ترارزا وحدها 384 عدادا و37 بين مشرف ومراقب يتوزعون بين جميع المقاطعات والمراكز الدارية والبلديات مختار بابو الأحمد وقناة الموريتانية مدينة روسو